رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية العدوان الصهيوني المتواصل على الفلسطينيين في مدينة نابلس والذي أسفر عن استشهاد عشرة شهداء على الأقل وإصابة عشرات آخرين ووصف اشتية العدوان بالإرهاب المنظم الذي يسعى الكيان من خلاله إلى تصدير أزمته الداخلية إلى الساحة الفلسطينية بطالبنا الأمم المتحدة بالكف عن سياسة المعايير المزدوجة التي تشجع الاحتلال على مواصلة عدوانه ضد الشعب الفلسطيني كما وجه اشتية التحية لأهالي أو للأهالي في المدينة الصامدة التي لم تتوقف يوما عن تقديم التضحيات طيلة سنوات النضال الطويلة وفق ما وصفه مؤكدا أن كل ما يمارس ضد الشعب الفلسطيني لن يثنيه عن مواصلة نضاله المشروع لتحقيق أهدافه بالحرية وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس ترجمة نانسي قنقر